وضوع حساس وخطر في نفس الوقت ويحتاج من عندنا أنه نتكاتف اليوم على الكل ما ممكن أنه فقط نعتمد على الدولة وإحنا نقول صحيح الإجراءات الأولى والكبيرة هي تتحملها الدولة لكن إحنا كمواطنين أيضا علينا أن نساهم يعني ممكن شوية الترشيد إلى ما شبه ذلك اليوم إحنا حرصنا على ما تفضل به السيد أحمد قال إذا الدولة تريد تشتري موسم الحصاد أو يعني الرز والذرة الصفراء من الخارج هي أرخص بكثير من ما يكون موجود عندنا بالعراق يعني فرضا أنه إذا بـ 800 ألف يعني 600 دولار راح تكون بـ 200 دولار أو 250 دولار فبالتالي ممكن تغطى وتعطى يعني إذا ما تعرض الفلاح إلى خسائر ممكن أن يعطى من هذه الأرباح إلى المواطن أو الفلاح حتى يسد حاجة من هذا الموسم لأننا نعرف المواطن ما اعتمد في حياته على هذه الزراعة وإذا منعت عننا الزراعة إيش راح يأكل إيش راح يشرب وبالتالي إحنا راح نسد أزمة ورح نفتح أزمة أخرى فبالتأكيد إحنا ما نقبل أحد يضرر من كل الناس فالخطوات اللي تتخذها الحكومة صح يكون الضرر أقل على الفلاح هو راح يتحمل الجزء لكن إذا ما تم تعويض الفلاحين بنسبة من الأرباح ممكن أنه تشيل نفسه وتعينه حتى يستعد لموسم الزراعة بالفصل الموسم الثاني وهذا الأساس هو يحتاج أيضا من الجهات المختصة سواء كان في وزارة الزراعة أو التجارة أنه تتعامل مع هذا الملف بجدية مثل ما احنا تعودنا أنه هذه الفترة أكوت حركات قوية من قبل الحكومة على حسم هذه القضايا وأيضا في نفس الوقت الدولة تشتغل صح بهذا الجانب بدأت تشتغل صح